نروح للإزمينة الأول كريم أحمد دوحى في مرعب تدريب النادي الأهلي نطمن على تمرينت النهاردة بمن أنه أول تمرين والأهلي مكتمل الصفوف كريم مساء الخير مساء الخير عليك الزمين العزيز أحمد سمير براحب بيك طبعا في البداية وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي أهلا بيك كريم النهاردة يعني متفقين أنه أول تمرين بتكتمل في صفوف الفريق في بداية الحلقة يمكن طمنت الجمهور على موقف الشناوي وعلى أيمن وعلى أكرم توفيق وعلى محمد مجدي أفشا وأنه دكتور أبو عبلة قال أنه كلهم جاهزين وبيشاركوا في المران يهمنا تنقلنا صورة عن تمرينت النهاردة وعن لحظات البداية فيها يعني نقدر نقول نهاردة يوم مماز جدا الحقيقة الفريق النادي الأهلي لأن الصفوف بالحقيقة بالتأكيد طبعا اكتملت بالكامل لكل الحمد لله جاهز يعني مش هنذكر أسماء القد ما نقول كل العيب الحمد لله كل العيبين الدوليين منتخبنا الوطن يبدل بنون وأيضا كمان يعني معلول الكل النهاردة إن شاء الله يكون بيدارة تدريب جاي جدا وجاهز لي هذه المباراة المرتقبة وهي مباراة الرجاء النهاردة طبعا تدريب بقوة الفريق النادي الأهلي بحضور الكابتن محمود الخطيب وعلى هامش أيضا كمان الحضور الحقيقة يمكن كابتن هاني بريدة طبعا مهندس هاني بريدة طبعا تواجد مع رئيس الاتحاد الأفريقى أيضا كمان حمد بن خليفة حرسوا بشكل كبير جدا هم يكونوا متواجدين لمشاهد فريق النادي الأهلي والوطمئنان على البعثة بشكل كامل وأيضا كمان صابقوا الحقيقة في فندق الإقامة صديق الكابتن محمود الخطيب ويمكن كابتن نادي الريان السابق محمد السويدي طبعا يمكن هو عائل في طعم كابتن محمود الخطيب وصديقه من فترة طويلة جدا فحرس الحقيقة يتطمن على فريق النادي الأهلي بشكل عام وجمعاته جلسة سريعة وده يمكن الروح الكبيرة جدا لمتواجدة بداخل النادي الأهلي الحقيقة تدريب النادي الأهلي النهاردة طبعا إن شاء الله يكون كل المؤشرات إيجابية لفريق النادي الأهلي بيتسو مسماني لأن اهمية طبعا النهاردة للتدريب إن احنا نطمن على الحالة البدنية لفريق النادي الأهلي وتحديدا ألعابين الدوليين يمكن طبيب النادي الأهلي قلنا إن عنده شغل كبير جدا خلال 48 ساعة الماضية والحقيقة قام بدور كبير جدا الكل جاهز تم تجهيز الكل طبعا محمد مجد أفشي يمكن كان عن طبعا عمل أشعة أيضا سونار وإيمان أشرف جاهز بشكل كبير جدا محمد شريف أكرم توفيق الممكن شعر ببعض الألام في العضلة الأمامية لكن التضحيات بنأكد عليها في كل مرة مهمة جدا في هذا التوقيت وده اللي احنا لمسينه ونشوفه كمان على مدار التدريب يمكن التدريب بدأ من 15 دقيقة الجزء البدني طبعا معروف عليه لكن احنا مستنين بقى نشوف التكتك نشوف الالتحامات التأسيمة طبعا اللي بيتسو مسماني هيأكد عليها في نهاية المران لإدانا هيدينا مؤشر إيجابي جدا لجهزية اللعبين الجهزية البدنية الحمد لله زميلي أحمد الأمور طيبة جدا الجو ومميز جدا كل الترتيبات الحقيقة تدريبات التنظيمية والإدارية أمر غاية في الروع الحقيقة هنا في الدوحة بنعمل إن شاء الله كعدد فريق النادي الآلي تركيزه الكبير يكون متواجد غدا كمان هيكون مؤتمر صحفي واجتماع فني وكل الأمور طبعا الخاصة بيه البروتوكول الخاص بيه بطولة السوبر فإن شاء الله بإذن الله كل الأمور تكون طيبة في النادي الآلي ونقدر بالجدية الكبيرة اللي شايفينها مع اللعبين وتركيز لعيب النادي الآلي والحرص الكبير من مجلس إدارة النادي الآلي يكون متواجد لأن لسه كمان عدد كبير من مجلس إدارة هي توافد إن شاء الله قبل المباراة وغدا بالتأكيد الكل يكون متواجد وراء النادي الآلي وإن شاء الله نقدر نعود من قطر بطولة السوبر بكرة التمرين هتكون على الملعب المباراة مظبوط يا كريم بالتأكيد يعني سبعة ونص بتوقيت الضوحة يكون مؤتمر الصحفي طبعا لبيتسو موسماني والكابتر محمد الشناو ومن بعدها تمانية مساء وهو موعد المباراة بتوقيت الضوحة هيكون تدريبا رئيس الفريق نادي الآلي على ملعب أحمد بالعلي لا يستقبل المباراة مباراة يوم الأربع فيها تمانية مساء بمشيئة الله أجواء المباراة والاستعداد لها والجماهير اللي هتكون حضرة يعني يكلمني عن بره الملعب شوية بالتأكيد طبعا يعني انتعارف زميل أحمد بعد طرح التذاكر بأقال من ساعة تم نفاذ التذاكر طبعا تعارف في استاد أحمد بن علي بيسعى لأربعين ألف خصصة طبعا خمسة وسبعين في المائة من ساعة الاستاد للجمهورين لكن الغلبة الكبيرة طبعا بالتأكيد لجمهور النادي الآلي ولو فيه أكتر من كده تذاكر الحياة كمان جمهور النادي الآلي متعطش بشكل كبير أنه يتبع فريقه لكن الالتزام طبعا بالأعداء طبعا خمسة وسبعين موزع على الطرفين النادي الرجاء والنادي الآلي لكن لو الأمور يمكن سمحت شوية النادي الآلي يقدر يكون متواجد بكتافة جدا فيه جمهور النادي الآلي الجمهور متواجد في الشارع بيقابلنا في فنده لقامة حب كبير جدا لجمهور النادي الآلي حقيقة والكابتن محمود الخطيب تحديدا كمان في فنده لقامة الكل بيحاول يتصور معاه الكل بيحاول أنه يأكد طبعا على أمية البطولة يا رب إن شاء الله بس دعواتكم زميلي أحمد دعوات كل جمهور النادي الآلي نحن نقدر إن شاء الله في تسعين ديها فقط لغير نتأكد على هذا الأمر كل مرة عايزين ننهيها في تسعين ديها إن شاء الله زائما هناها في السوبر الماضي ونقدر إن شاء الله بتوفير ربنا سبحانه وتعالى مع عائبة النادي الآلي وبقيادة بيتسو مسماني القيادة الفنية الرائعة داخل المستطيل وخارج المستطيل وتحضيره النفسي يكون أثر وإجابي جدا على فريق النادي الآلي إن شاء الله كل التلصيقة وكل الدعم لنجوم فرقتنا والبيتسو مسماني المدير الفني بشكرك شكرا جزيلا زمنا عزيز كريم أحمد من قطر مباشرة من ملعب تدريب النادي الأهلي وكل التوفيق إن شاء الله لأبطالنا